بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تحدثنا في الدرس الماضي من مجالس الأحكام عن سجود التلاوة وقلنا هي سجدة يسجدها المصلي عقب تلاوة آية من آيات السجود في القرآن وأن سجود التلاوة سنة مؤكدا من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة سجدة واحدة ويشترط في هذه السجدة ويستحب لها ما يشترط ويستحب لسجدة الصلاة من مجافات المرفقين عن الجانبين والبطن عن الفخذين ورفع الساجد أسافله عن أعاليه وتوجيه أصابعه إلى القبلة وغير ذلك يسجد على الأعضاء السبعة ومن رأى أن سجود التلاوة صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والأحوط للإنسان أن لا يسجد إلا على طهارة وأن تكون المرأة والرجل ساترين لما يجب ستره في الصلاة عليهما ويتأكد ذلك في استقبال القبلة وستر العورة وتكلمنا عن كيفية سجود التلاوة وأنه إذا كان في الصلاة فإذا قرأ آية سجدة وفرغ منها فإنه يكبر ويسجد سجدة واحدة ثم ويقول فيها ما يقول في سجود الصلاة ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا والأصح أنه لا يرفع يديه عند التكبير ولا عند الرفع منه ولا يجسل الاستراحة وإنما ينهض مباشرة لكن إذا كان الساجد خارج الصلاة فإنه يكبر ويسجد سجدة واحدة ويرفع رأسه من السجدة بلا تكبير وليس هناك تشاهد ولا تسليم على الراجح وأنه يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وقد وردت أدعية تقال في سجود التلاوة أيضا فمنها ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته مرة أخرى سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته والحديث رواه الترمذي وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إذن سبحان ربي الأعلى وسجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وكذلك ورد عن ابن عباس أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت يعني للتلاوة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول يعني الشجرة في المنام اللهم اكتب لي بها عندك أجرة وضع عني بها وزرة واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود قال ابن عباس فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام سجد يعني بعد ذلك ثم سجد فسمعته يقول وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام صارت هذه سنة الحديث رواه التلمذي وهو حديث حسن وكذلك رواه بن خزيمة في صحيحه إذن صحاحة بن خزيمة والحديث هذا ذكر من الأذكار التي تقال في سجود التلاوة اللهم اجعل لي بها عندك أجرا اللهم اكتب لي اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا شف أجرا وزرا ذخرا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام قال الشيخ أبعيز بازر رحمه الله الواجب في ذلك يعني في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة وما زاد عن ذلك من الذكر والدعفة ومستحب مثل هذه التي تقدمت طيب لو كان القارئ يقرأ القرآن وهو جالس واحد يعني في غير الصلاة جالس يقرأ القرآن مرت به سجدة مر به موضع سجدة تلاوة هل الأفضل أن يقوم ويخر ساجداً أم يسجد في مكانه وهو جالس هل الأفضل أن يقوم ويخر ساجداً أو يسجد في مكانه وهو جالس طيب ليش يعني هذا السؤال ليش قام عند العلماء المسألة هذه لأن الله قال وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَخِرُّونَ يَخِرُّونَ يعني سجدة طيب الخرور كيف يكون الخرور ما هو من قعود الخرور يكون من قيام فالله أثنى على قوم يخرون سجدة ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً أثنى عليهم أثنى عليهم ذكر من أفعال من الخرور من هنا رأى بعض العلماء أنه يقف ويخر ساجداً أفضل قال المرداوي رحمه الله الأفضل أن يكون سجوده عن قيام واختاروا الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية قالوا لأنه أكمل أعظم خشوعاً لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجد لله من القيام ولما رواه البيهق عن عائشة أنه كانت تقرأ في المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل السجود وهو جالس والنوي رحمه الله قال لا ثبت فيه شيء يعتمد بما يحتج به فالاختيار تركه فالنووي اختار أن يسجد من جلوس إذا كان جالساً يسجد وهو جالس وذكر عن حديث عائشة أنه ضعيف ضعف الحديث في فتاوى اللجنة الدائمة لا نعلم الدليلاً على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة الشيخ بن عثمين يقول إذا كان قائماً يسجد عن قيام وإذا كان قاعداً يسجد عن قعود طيب على أيدي حال مسألة سهلة يعني ليس مسألة يشدد فيها لكن مهمناً نذكر يعني تفاوت أنظار العلماء في موضوع أنه هل القيام يقوم ويسجد ولا يسجد وهو قاعد وها هنا مسألة أخرى هل يسجد في أوقات النهي؟ يعني واحد قرأ آية فيها سجدة بعد صلاة الفجر قرأ آية فيها سجدة بعد صلاة العصر كان يقرأ عند المغرب عند غروب الشمس كان يقرأ القرآن فمر بآية فيها سجدة ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يسجد في وقت النهي قالوا لأنه سلد التلاوة كالصلاة فيأخذ حكمها حكم صلاة النافرة الذين قالوا أنه ليس كالصلاة قالوا يسجد حتى في أوقات النهي لأنه ما ثبت ما يدل على أنه صلاة وثانياً لو كان مثل الصلاة فراجح عندنا أن الصلاة في وقت التي لها سبب تفعل في أوقات النهي صلوات ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي والسجدة لها سبب الآن وهو تلاوة موضعها من المعاصرين الشيخ بن عثمي رحمه الله قال كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي كسجود التلاوة وتحية المسجد وما أشبه ذلك كذلك في فتاوى المجنة الدائمة يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة على الصحيح من قولي العلماء ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي لأنه من ذوات الأسباب طيب لو واحد يقرأ القرآن في السيارة لا افترض أنه راكب جنب السائق مثلا راكب جنب السائق ويقرأ إذا كان في السفر جاز أن يومئ بالسجود ولو إلى غير القبلة لأنه ثبت أن صلاة النافلة على الراحلة في السفر يومئ إيماءً ولو إلى غير القبلة فسجود التلاوة خرص يعني بعضهم يقول ليس بصلاة أصلاً بعضهم يقول كالصلاة في السفر يومئ إيماءً لا مانع قال المقدام لا نعلم فيه خلافة فإذا كان في السفر على الراحلة في السيارة في الطيارة قرأ سجدة فيها آية فيها سجدة يومئ إيماءً يعني يخفض رأسه يسف السجود يقوز حربي الأعلى إلى آخره ولو إلى غير قبلة قال المقدام لا نعلم فيه خلافة الشيخ مباز رحمه الله يقول إذا كان القارئ في الطائرة أو السيارة أو الباخرة أو على الدابة في السفر فإنه يسجد إلى جهة سيره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره في صلاة النافلة طيب هل يقضى سجود التلاوة؟ ما معنى ذلك؟ يعني لو واحد ما سجده مباشرةً يعني يفرض واحد يقرأ القرآن في الطريق وهو ماشي مثلاً مر بآية فيها سجدة هل ممكن إذا وصل البيت أن يسجدها؟ هل ممكن إذا وصل المسجد أن يسجدها؟ قالوا إذا ما طال الفصل يعني إذا ما صار فيه تأخير لم يطل التأخير سجد الجمهور الفقهاء قالوا يعني إذا كانت المدة قريبة سجد يصل البيت سجد يصل المسجد سجد يصل المكتب سجد وإذا طال الفصل ففي قضائها قولان بعضهم قال لا تقضى خلاص لأنه فات موضعها خلاص طال الفصل لأنه تفعل لسبب وهو قراءة آية السجدة والسبب الآن خلاص انتهى راح زال مثل صارت الكسوف والخسوف مدام فيه كسوف وخسوف نصلي إذا ما فيه كسوف وخسوف زال الكسوف زال الخسوف فاتت طيب هل سجود التلاوة بديل الآن نسمع من بعضهم أنه يقول إذا أنت مثلا في السيارة أو في الطريق أو على غير وضوء أنت ترى لابد من الوضوء إذا ما استطعت أنك تسجد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا جاء عن بعض الفقهاء من الشافعية الحنفية بعضهم قال يستحب للتالي أو للسامع للتالي إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لكن هذه ما عليها دليل ما فيه دليل صحيح أن الواحد إذا ما استطاع يسجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وابن حجر الهيتمي رحمه الله لما سئل عن هذا قال لا أصل له فلا يقوم مقام السجدة خرص استطعت تسجد تقول الأذكار ما استطعت ما في شيء لا تقول شيئا تروح الآية اللي بعدها السؤال الآن ورد في عبارات بعض السلف اختصار السجود إيش يعني يعني جاء عنده ابن أبي شيبة عند شعبي رحمه الله قال كانوا يكرهون اختصار السجود وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا إيش هو اختصار السجود قال ابن قدام رحمه الله يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها إذا بعض كراهية اختصار السجود تحت عنوان سجود التلاوة تحت موضوع سجود التلاوة نجد في كتب الفقه اختصار كراهية اختصار السجود إيش هو اختصار السجود بعض قال هذا الاختصار المكروه أنك تروح يعني من القرآن تأخذ آيات السجود التلاوة وتقرأها وتسجد لا خليها في سياقها وخليك على طبيعتك وعلى قراءتك ولا تنتزع ولا ما تنتزع خليها في موضوعها وإقرأ مررت بها أسجد ما مررت بها لا تروح تستخرجها وتقرأها وحدها وتسجد تقرأ هذه وتسجد البعض قد يخترع يعني قد يخترع يقول طيب خلينا نأخذ أجر كثير في سجود التلاوة يلا الآن أشوف وين في موضع سجود التلاوة في القرآن أقرأ وأسجد أقرأ وأسجد أقرأ وأسجد قيل اختصار السجود العكس أن يقرأ القرآن إلا آيات السجود فإنه يحذفها إذن اختصار السجود هذا المصطلح اختصار السجود تحت عنوان سجود التلاوة إما أن يروح يدور عليها يطلعها يقرأها وحدها ويسجد مع كل واحدة يسجد أو يتجاوزها يمر على آية سجود يتجاوزها ويقرأ اللي بعدها يمر على آية سجود يتجاوزها ويقرأ اللي بعدها خليك طبيعي على تسلسل المصحف اقرأ مررت بها اسجد خرص طيب سؤال لو واحد لو واحد يسجد للتلاوة هل يمنع ذلك المار من المرور بين يديه مثل الصلاة لو أنت رأيت واحد يسجد للسجود للتلاوة يحرم عليك تمر بين يديه كما لو كان في الصلاة من رأى أنه ليس من الصلاة وليس صلاة قال ليس في ذلك شيء لأنه ما هو صلاة والحكم هذا في المرور خاص بالمرور بين يديه المصلي ولذلك لا يأخذ أحكام الصلاة بس ليش الواحد يشويش عليه يعني إذا كان يستطيع يتلافى ذلك يتلافى وإذا اضطر خرص ما له حكم الصلاة ما له حكم الصلاة يعني حتى لو رأيت واحد في المسجد مثلا سجد للتلاوة وتريد أن تمر أنت لك تريد أن تقطع يعني تروح في الصف لا مانع لأنه ليس صلاة طيب هذه الآن انتهينا من سجود التلاوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا أيها الإخوة والأخوات أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته